فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية بعدما ذكر المؤلف النهي عن مشابهة الكفار والمبتدعة والشياطين قال رحمه الله قريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم لأن كمال الدين الهجرة فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصا قال الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وذلك مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم بحلاب الإبل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر مخالفة اليهود والنصارى وسائل الكفار والمبتدعة حتى المبتدعة من المؤمنين والمسلمين يخالفون في فدعتهم ذكر هنا أيضا صنفا آخر تجب أو تستحب مخالفتهم وهم من المسلمين ألا وهم الأعراب الأعراب من المسلمين فإن الواجب على الأعراب أو المستحب له إذا دخل في الإسلام أن يهاجر من البادية إلى الحاضرة من أجل أن يتفقها في دين الله ولا يبقى في البادية لأنه لا يتمكن من التفقه في دين الله عز وجل وهذه الهجرة كانت واجبة في الأول كانت واجبة على الأعراب لأن لا يبقوا على جهلهم وجفائهم فيجب عليهم أن يهاجروا أو أن يهاجر منهم من يتفق في دين الله ثم يرجع إليهم ويفقههم كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فالهجرة من البادية إلى الحاضرة لطلب العلم والتفقه في الدين واجب أو واجبة في الجملة إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية كانت الهجرة من البادية إلى الحاضرة في الأول واجبة ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حتى يُهَاجِرُوا وَالْمُرَادِ بِالْوَلَايَةِ هُنَ الْمِيرَاثِ فكان في أول الإسلام الأعرابي لا يرث من المهاجر والمهاجر لا يرث من الأعرابي ثم نسخ ذلك فقال سبحانه وتعالى وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب الله نسخ مسألة الميراث وصار المسلمون يتوارثون بينهم مطلقا وإنما المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم وإذن فالهجرة تكون على أنواع نوع الأول الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين وهذه أمر واجب وباقي ومستمر ومن تركها مع القدرة عليها فهو متوعد بأشد الوعيد قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم عنهسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً وخفوراً وهذه الهجرة باقية إلى أن تخرج الشمس من مغربها قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها النوع الثاني الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد كفر آخر أخف من الأول تمكن فيه الإنسان من إظهار دينه كما هاجر المسلمون إلى الحبشة إلى أرض النصارى من الحبشة فإذا كان لا يتمكن من الهجرة إلى بلاد الإسلام فعلى الأقل يهاجر إلى بلد من بلاد الكفر يكون أخف ضرراً من البلد الذي هو فيه النوع الثالث الهجرة من البادية إلى حاضرة المسلمين وهذه هي المقصودة هنا وهذه كانت واجبة في أول الإسلام وكان صلى الله عليه وسلم يوصي قواده في الجهاد أن من أسلم من الأعراب فإنه يخير هذا نسخ لما كان واجباً في الأول يخير إما أن يهاجر إلى الحاضرة ويجاهد مع المسلمين فيكون له من المغانم مثل ما لغيره وإما أن يبقى في باديته وليس له من الفيئي والمغانم شيء يكون كأعراب المسلمين يكون كأعراب المسلمين فيكون ترك أمراً مستحباً والحاصل من هذا أن سكان البادية في الغالب يغلب عليهم الجفاء والكفر والنفاق فلذلك شرعت الهجرة من البادية إلى الحاضرة قال تعالى الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدوداً ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع حليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم فالغالب على الأعراب القسمان الأولان في الآيتين الكريمتين الأعراب أشد كفراً ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرم هذا هو الغالب عليهم والقسم الثالث هذا قليل فيهم وهما أهل الصدق وأهل الإيمان ولكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً ولا يعمم الحكم وإنما عدله وحكمته سبحانه أنه لا يعمم الأحكام بل إنه يستثني منها من لا تنطبق عليه وهذا من عدله سبحانه وتعالى والحاصل أن التعرب فيه نوع نقص والأعراب فيه نوع نقص ولذلك يكره التشبه بالأعراب حتى في الأسمة فإن الأعراب يسمون المغرب بالعشاء ويسمون العشاء بالعتمة والاسم الشرعي المغرب صلاة المغرب وصلاة العشاء قال تعالى من بعد صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم فجعل سمها العشاء يجب الاستئذان بعد صلاة العشاء والأعراب تسميها العتمة وتسمي المغرب بالعشاء والصواب أن المغرب تسمى بالمغرب عند غروب الشمس لأنها عند غروب الشمس وأن العشاء تسمى بالعشاء ولا تسمى بالعتمة فلا نتشبه بالأعراب في تسمية هاتين الصلاتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ترجمة نانسي قنقر